لحقنا للمحطة الأخيرة من عمر حلقتنا ومن عمر برنامجنا برنامج العودة للمدرسة ورح يكون آخر سحب من برنامجنا هو السحب اللي رح يكون عبارة عن هدية مدرسية بيكمل تجهيزات بداخلها مقدمة من قناة فور كيتس رح نديروا السحب رح يكونوا معنا أربع فائزين ياتوا رح يكونوا من الشرق من الغرب من الشمال أو من الجنوب رح يكون محظوظ أو رح تكون محظوظة رح نشوفوا الآن مع بابيسا تفضلي بابيسا إن شاء الله يكونوا الإناث هم اللي يستوليوا أكيد إحنا دائماً ضمعين نحبو أن نكونوا حنا في صدارة أنا أقول لك قال يوم شاركين في طنبلة حد موافق إن شاء الله قاعد تربحوا وكان طنبلة أخرى إن شاء الله تربحوا فيهم رح نشوفوها سوياً إذن صحة نبدأ أنا أبدأ يمسي صحة نبدأ أنا ونشوف نشوف حظي ياتوا صحة نبدأ إذن آية مويسة من وهران ألف ألف مبروك لدي آية إذن بابيسا تاني كناطي قعد تحية الناس وهران أكيد نوجل المبعية كبيرة من الزمين برد وقعد ولايات إذن بابيسا الميكروفون أكيد نوجل المبعية كبيرة من الزمين برد سكيكدا تحية لكل ولايات تمانية وخمسين ولايات أكيد نوجل المبعية كبيرة ألف ألف مبروك لك حسام إذن نعود ونذكر أن اللدية هي إبارة عن حقيبة مدرسية بك من تجهيزات تبع داخلها مقدمة من قناة فوركيتس قد سحب واحد فوركيتس إذن بنا سحب سوف نرى بابيسا سوف نرى إن شاء الله يربي يكونوا إناث إن شاء الله إن شاء الله يجب أن يكونوا التعادل يجب أن يكونوا ضماعين إن شاء الله لا لا يجب أن يفرحوا بالجائزة بابيسا تقليل ما نقلل لقب نعم 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 يا ترى من هو أو من هي سعيدة الحظ ومن أي ولاية رح يكون؟ من أي ولاية رح يشرفنا؟ خروبي القوس خروبي القوس تسنين بليدة نعم تسنين من البليدة كانت آخر فائزة معنا من برنامجنا من برنامج العودة للمدرسة ألف ألف مبروك نعم 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 نعم